أيوة أستاذة نيفين أنا دخلت النمسا من 6 شهور عن طريق فيزا سياحية لإيطاليا ولما دخلت أنا زوجي مواطن نمساوي ما عملنا لم شمل بصراحة كان أسرع لأنه كنت أنا بأواخر شهور الحمل فدخلت أنا النمسا بعدين سلمت حالي أخدوا مني كل أوراق ثبوتية مع جواز السفر ورحت على كامب استقبال وقيته في 25 يوم وبعدين طلب أنه ما أتحول لكامب أتحول لبيت زوجي وقتها ما أخذت أنا ولا أي نوع من المساعدات ولا حتى الطبابة أو الانشورنس هاي ما تسجلت على الدولة راحت أنه زوجي يدفع الأقصاد بعد شهرين صارت الولادة الطفل حصل على الجنسية خلينا بس ناخد النقاط المهمة خليني مادام زيني أخد النقاط المهمة في الموضوع يعني حضرتك جنسيتك إيه؟ سوريا حضرتك سوريا وقيت لزوجك إنهوت فقيت عن طريق إيطاليا فبصمتي أو جيتي فيزا سياحية في إيطاليا صح؟ وبعد كده دخلتي من نمسا زوجك عنده إقامة هنا في النمسا صح؟ وانتي حملتي عنده الجنسية تمام انتي حملتي هنا في النمسا لا أنا حمل قبل مع جميلة تمام انتي قدمتي هنا هوت على اللجوء ادوكي الكرت الأخضر وقالوا لك عندك بصمة بإيطاليا صح كده؟ بعد ثلاثة أيام عطوني كرت الأبيض لأنه قالوا لي ما رح نقدر نرحلكي لإيطاليا أنتي بقى واخر شهور حامل وزوجة رجل مواطن نمساوي فعطوني الكرت الأبيض مباشرة طيب أوكي بعد ثلاثة تمام ودلوقتي الاستفسار بتاع حضرتك إيه بالزبط؟ أنه أنا لها لأ صار لي ست شهور ما أجاني لموعد لمحكمة لأي مقابلة أنا عاملة بس المقابلة تبعيتي لقوليس لما نحن تسلمتوا حالي خلاص أنا عرفت أصد حضرتك هقول لحضرتك دلوقتي بالزبط قدري تعملي إيه يا أستاذ زينة؟ طب خليني أجاوبك على السؤال الأول طيب أجاوبك على سؤالك ده الأول في عندنا اتصالات كتيرة أستاذ زينة بسرعة فعجال الله خليك طب قولي السؤال التاني وأجاوبك الاتنين مع بعض تمام إذا في أي طريقة كأنه أنا بما أنه ما أحصل على أي مساعدة أم مواطن نمساوي يعني أنا عارف في كتير دول فيه فورم أو شيء مثل استعطاف يقدم للدولة أنه مش هنحصل على الإقامة في عنا هيك شيء بالنمسا ولا لا أنا هقول لحضرتك دلوقتي تعملي إيه واضحة الصورة واضح سؤالك إسماعينا أستاذة نيفين هتجاوب على سؤالك تفضلي تمام أستاذة زينة بدلوقتي حضرتك بقالك ست شهور من حقق أي حد بقاله ست شهور في النمسا ما قالوش لما عاد مقابلة ولا أي شيء يتوجه لمكتب محامي خاص ويقول له القصة دي وهو بيقدر يقدم له شكوى اسمها سويمانس بشفير دا والشكوى دي بتعجل الأمور وبتخلي الإجراءات أسرع ده الحل الوحيد اللي قدام حضرتك إنه أنت يتقدم الشكوى دي وساعتها الإجراءات بتاعتك بتكون أسرع بكتير والشكوى إن شاء الله بتجيب معاك نتيجة ترجمة نانسي قنقر